اشتركوا في القناة وإن كان من حق الإنسان الشيعي أن يحلم على الأقل كم من حالم تحقق حلمه ودوننا ذلك اليهودي تيودور هيرتزل الذي عاش ذليلا حقيرا لكنه كان يحلم يوما ما بدولة يهودية عظيمة تتحكم في العالم كان يحلم بأن يتحرر قومه من الذل والاستعباد والاستحقار الذي ضرب عليهم آلاف السنين وأن يجتمعوا بعد الشتات ويصبحوا سادة العالم كان يحلم فتحقق حلمه وإن مات قبل ذلك أكرر إن هذا الذي نقوله ليس حلمان وليس تنظيرا خياليا إنه رؤية تعتمد على ما وعد الله المؤمنين أن يكونوا هم الأعلون قال تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مهما حاولت جبهات الكفر والخلاف والضلالة في منع التفوق الحضاري الشيعي مهما جهد أعداؤنا في محاربتنا بحيلهم فإنهم لن يفلحوا حسين بالألمة بالأطهال